حياكم الله مشاهدي الكرام أرحب بحضراتكم جميعا وحديثنا الآن سيكون على مفهوم التدين ونظرة الإسلام للتدين سنتحدث مشاهدي الكرام على أن الدين كمان نعلم جميعا ونقر بأنه هو الاستسلام لله تعالى وهو الرسالة الذي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين له تعاليم وله أصوله ثابتة التدين هو ممارسات الناس أو هو معرفة الناس والتزام بشري بهذه الأصول على كل حال ضيفي الكريم لديه تفاصيل أكثر في هذا الموضوع وما أحوجنا في هذا الزمن أن نتعرف على مفهوم التدين كيف يمكن أن يكون هذا التدين يخدم البشرية ويخدم الإنسانية بشكل عام فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم معالي الأستاذ الدكتور بسام لعموش وهو أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور دكتور أريد من حضرتك أن نوضح مفهوم ونظرة الإسلام للتدين ما هي ضوابته وما هي أبعاده بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء التدين فطرة إنسانية لا تخص حتى المسلمين إذا نتكلم عن سكان الأرض أكثر من سبع مليار قلة قليلة عبر التاريخ البشري هي التي كانت لا تؤمن بالدين البشر اختلفوا في أي دين يختاروا هذا جزء من حرية الإنسان القرآن الكريم أكد على هذه الحرية لا إكرهها في الدين لأن التدين اعتقاد أولا والاعتقاد عمل قلبي والعمل القلبي لا يوجد سيطرة الإنسان على إنسان وبالتالي عندما يقول الإيمان ينبع من قلب الإنسان بناء على الأدلة الموجودة في الكون فيما يرى الإنسان من أشياء من آيات الله الله سبحانه وتعالى بث الآيات الدالة عليه في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لأننا لا نرى الله فرأينا الآيات التي تدل وإحنا كبشر حتى علميا نتعامل مع الأشياء بآثارها يعني حتى في التحقيقات الفقه الجنائي نبحث عن البصمات فنحن من أنبت الأزهار من أنزل الأمطار من خلق المخلوقات نحن كلنا لنا بداية ولا نهاية ما دمنا يعني الطبيعة ليست هي التي خلقتنا نحن لن نخلق أنفسنا إذن في خالق خلقنا هذا الخالق يتوجه له الناس بالعبادة كل حسب بيئته حسب ما وصله من العلومات حسب إعماله لعقله نحن في الإسلام الإسلام دين عقل ودين نقل العقل هو في الجوانب البشرية المختلفة يعني أنا باستخدم العقل في التفكير باستخدم العقل في التعلم باستخدم العقل في النظر في الكون في ارتياد الفضاء في المختبرات في الرياضيات باستخدم العقل في التأكد أنه هذا نبي أو غير نبي بتستخدم العقل في التأكد من إعجاز القرآن هذه كلها أدلة إعجازية النقل بيخبرني عن أشياء غيبية لأن العالم عالمان عالم الغيب اللي ما بنشوفه وعالم الشهادة اللي هي الأشياء المشهادة فالتدين هي فطرة تبنى على هذه الأدلة إذا عندي أدلة عقلية وأدلة نقلية أنا بأخذ من هذا التدين وفق التوجيه التي جاءت به النصوص الإسلام من خلال اسمه الإسلام الاستسلام لله استسلام لأمر الله الله يأمر وأنت تنفذ لهذا يعني لما نقول مثلا فيلم الجيوش والمعارك لما نقول استسلم جندي لآخر يعني أحد الفريقين استسلم لآخر يعني ألقى سلاحه ورفع يديه فنحن كذلك المسلم يعني يستسلم لله فهو مستعد لتنفيذ الأوامر استسلم بعد ما آمن فيه إله بعد ما آمن أن القرآن صحيح بعد ما آمن أن محمد رسول الله نحن في ديننا نؤمن بكل أنبياء الله نحن عندنا كتاب واحد نحن عندنا وضوح في تديننا محمد عليه السلام هو بشر ليس إلها وليس ابنا للإله إنما هو ولد وهو مات وهو نموذج بشري حي يعني الله قادر أنه ينصر محمد بالمعجزات كما نصر سيدنا نوح كما نصر سيدنا موسى ولكن تركه بناء على الجهد البشري لأنه إحنا تديننا يبنى على الجهد البشري صحيح ولهذا أحنا بنقول أنه التدين فطرة إنسانية لكن هذه الفطرة تحتاج إلى وضع مسارات ولهذا وضع مسار في الصلاة ووضع مسار في الزكاة في الحج قوانين تفصيلية موجودة في القرآن وموجودة في السنة وبالتالي الإنسان غير المتدين يعني قد يكون في قلبه إيمان لكن يجب أن ينسجم ما في القلب مع ما في السلوك لانسجام الداخل والخارج يعني المسلم لا يعيش مفروض أن لا يعيش حالة انفصام أو تيتجزد وازدواجية يعني أن أنا في التدين بقلبي موجود ولكن في السلوك أفعل ما أشاء هاي نوع من الشيزوفرينية بتكون عند الإنسان يعني لم تقولون ما لا تفعلون مادم أنت آمنت بالله فعليك أن تلتزم بأوامر الله هذا التدين هو اللي بيفيد الحياة البشرية يعني الناس أفراد ومجتمعات إذا التزموا بهذا التدين الداخلي والخارجي عند إذن المجتمع لا نقول يتحول إلى ملائكة لأن الله خلق مخلوقات عدة خلق المخلوقات المسيرة الملائكة ما بيعملوش إلا الخير خلق مخلوقات شريرة الشياطين ما بيعملوش خير خلق الحيوانات والجمدات هذه مش مكلفة هذه مخلوقات للإنسان الجوهرة في كل هذه المخلوقات هو الإنسان لأنه أعطاه إرادة فقال وهديناه النجدين يعني وجدنا له طريق الحق والباطل فهي واضحة إن الحلال بيين وإن الحرام بيين فهو يختار ما يريد سواء كان هنا أو هنا ويحاسب على الاختيار لا يحاسب الإنسان في الإسلام إلا بناء على المساحة التي له فيها اختيار يعني إحنا في أشياء إحنا مجبرين عليها إحنا مجبرين أين ولدنا مجبرين من أبانا وأمهاتنا مجبرين أين نموت وكيف نموت لكن ما بعد ذلك أنا مش مجبر أفوت خمارة أو أفوت مسجد مش مجبر أني أنا أروح على الحج أو أروح على شواطئ يعني كل واحد يختار الاختيارات هذه دائرة الاختيار هي التي يحاسب عليه الإنسان ولهذا التدين الواعي إحنا اللي بدنا إياه فيه تدين أحيانا بيكون نوع من الهبل يعني تدين بغير علم إحنا ديننا بيقول فعلم أنه لا إله إلا الله يعني العلم يعني بتعني مية بالمية يعني بنور وبهداية وليس بتقليد لهذا الإسلام شن هجوم على التقليد أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون لأنه قال لهم لم تعبدون الأصلاء قال وجدنا أباءنا فالتدين بدي يكون بناء على العلم حتى تدين المسلم في مسلمين كثر يتدين بيشوف الناس بيعملوا إشي بيعمل زيهم الرسول السلام بيقول لا يكن أحدكم إم معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس فأمسك ولهذا إحنا من دعاة التدين الواعي التدين العلمي التدين الإيجابي التدين الذي ينظر للحياة بطيبة وينظر للناس أنهم أخوة إنسانية هم بحاجة إلى التدين الصحيح نعم يعني كمان هناك معلومات خاطئة أقول لك تدين باعتدال هل لا يوجد اعتدال أصلا هو الإسلام لم يأتي لا بغلو ولا بتطرف فالإسلام دائما كان معتدلا هل بعباداتك يعني أن تكون معتدلا كلمة اعتدال لا تنسحب على موضوع التدين الإسلامي بشكل عام موضوع التطرف كمان موضوع التطرف هذا يعني قد تكون يعني الجهات العصابات أو خوارج العصر كما سماها جلالة الملك لبست قناع الإسلام هذا لا يعني بأنه يجب أن ندافع عن الإسلام لأن العاقل يعرف بأن الإسلام ليس من أسس لمثل هؤلاء الخوارج الإسلام هو بعيد عن كل هذا التطرف والغلو وحتى في مفهوم التدين وأبعاده وضوابته لا يوجد ما يسمى باعتدال لأنه لا يوجد أصلا تطرف في التدين هو ما نفرق بين الإسلام والمسلمين الإسلام هو النموذج الراقي هو الثرية العالية هو الإضاءة الطيبة المسلم بدرجات قد يقترب من هذا النموذج وقد يبتعد وقد يقصر لأنه كل واحد حسب بيئته حسب ما تلقى من علم حسب ما تلقى من توجيه حتى في أيام الرسول عليه السلام بعض الناس جاءوا لبيت الرسول عليه السلام فسألوا عن عبادة الرسول كيف يعني عبادته كيف يصوم كيف يصلي في الليل كيف يسبح مثلا فجاوبوهم أهل البيت فبعضهم قال يعني وجدوها قليلة الرسول بيصليش كثير الرسول بيصومش كثير مثلا يعني مش كل ليله صلاة آه يعني هذا الاعتدال اللي بنحكي عنه فكأنهم تقالوها يعني وجدوها قليلة فقالوا هذا رسول الله يعني مع الله يعني نسامحه أو حاجز آه يعني لا هذا رسول الله حبيب الله أما إحنا لا شوف بدهم يزيدوا على الرسول فقال أحدهم أنا أصلي الليلة أبداً ولا أرقد وقال الثاني أنا أصوم الدهر أبداً ولا أفطر وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً يعني بدون يعمل عبادات أكثر من الرسول الرسول لما رجع قيل له جاء ثلاثة وجاء ابناهم فقالوا كذا وكذا فلما خرج إلى المسجد ما حكى أسمائهم لأن العبرة بمبطاردة الخطأ مش بالمخطئ تعيره ولا التشهير لما أنت بتقوله كل النصيحة بين الناس فضيحة يعني ما بتقوله وين محمد وين خليل وين عبد الله قال ما باله أقوامين شوفوا التربية النبوية فيه ناس بيحكوا هيك عمم يعني دائماً ما تتعطي صاحب التهمة بنفسه هو بفهم ما يقول إياك يعني واسمعي يا جارة فقال ما باله أقوامين قالوا كذا وكذا على وأنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الشاهد في هذا الحديث أن المفاهيم عند الناس قد تتفاوت كل واحد ممكن أحيانا بدل ما يتلقى من النقل اخترع هو من عنده أشياء فيهم بطريقة غلط يعني أنا بذكر إحنا وإحنا صغار يعني متدينين بس بداية ما لنا حد يرشدنا فتحنا كتاب في حديث نبوية فوجدنا باب النهي عن القزع القزع اللي هو زي ما نقول زي المارنز اليوم يعني بتحليك كل الشعار وتخلي شوية شعار فوق فصرنا وقول الرسول عليه السلام قال شاف امرأة تحمل طفل وعملت له بهذا الشكل الطفل حلو بس هيك صار بشا فقال لها يا بتحليقي كله يا بتتربي كله احلقوه كله أو تركوه كله فإحنا صرنا بدنا نعمل ما قال الرسول حلقوه كله أو تركوه كله فصار كل واحد مننا أنت بدك تحليق ولا بدك تعمل جدائل لأنه إحنا ما إلنا من يرشدنا أحيانا المشكلة ليس في النص في فهم النص صح وهي موجودة عند الناس في بيوتنا في شوارعنا حتى في مساجدنا بتجد الناس بتفهم الطريق غالط ومن هون أهمية إعداد كوادر توجه الناس تفهمهم في قواعد لفهم النصوص النص القرآني أو النص النبوي ليس هو المشكلة هذا نور ولكن هل الناس تفهم هذا النور الخوارج اللي أنت ذكرتيهم يعني هم جاءوا قالوا إحنا نكفر عاليا ونكفر معاويات طيب كيف تكفروا عم مسلم ليس لإنسان أن يقول لإنسان أنت كافر مدام هو بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني إحنا بنفرح لما يدخل الناس في الإسلام إذا جاء نص الله هو الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله نص الله يعني فرح أما إذا واحد بيخرج إحنا بنحزن لأنه إحنا بنقول هذا اللي طلع هذا بيكون في جهنم بالديرو أما هذا دخل فعليك أن تفرح لدخول الناس ولهذا يعني أن تخرج أنت الناس من أنت مين أنت معك وفتح الجنة وفتح النار مين أنت بروح دور على حالك بتنجو أو لا تنجو ولهذا هؤلاء الخواج اشتطوا فكريا فاشتطوا بناء على الفكر صار في ممارسة مسلحة ومن هون إحنا لما بنشوف اليوم التكفيريين وجماعات التكفير يعني هو بيكون فهمان غلط وبروح يعني حصل حالات اغتيال في مصر مثلا كاتب إله أرى أرى يعني هل كل واحد صحفي أو كاتب كتب شيئا ما عجبنا نروح نقتله هذه جريمة حصلت أنه في بلدنا وبتحصل في بلاد أخرى فرج فودة في مصر قتلوا لأنه إله رأي قد يكون رأيه غلط لسه الرأي الغلط يقابله بإيراد الرأي الصواب فالتطرف هذا يوجد عبر التاريخ وهو مسؤوليتنا جميعا الأسرة مسؤولة كيف تربي أولادها المعلم مسؤول وإذا بدنا المعلم يكون مخلص في عمله بدنا نكرمه أنا بأعتقد محور الإصلاح في الدنيا المعلم المدرسة المسجد المسجد ما بجوز نتركه لمن هبه ودب وهذه مسؤولية الدولة أنا ما بقول وزارة الأوقاف فقط صحيح صحيح إحنا مندفع الفاتورة الأمنية من وراء واحد ممكن يخطب جمعة ولا واحد يتكلم في مسجد يعطي درس صح إحنا الآن في عنا مساجد متروكة بيأتي واحد كان موظف ولا كان في الجيش وتقاعد وما عنده شغل يومين ربه لحيته ثالث يوم اللي بس دجداج بصير الشيخ الإسلام بصير مفتي فبصير بيصدر جهل للناس أنا ما بحقر هؤلاء الناس بالعكس نحترمهم نقدرهم ولكن مش شغلتك يعني إحنا أنا مثل شعب يعطي الخبز لخبازه صحيح ولازم يكون الاختيار ومن هون إحنا لا يجوز لنا أنه نيجي يعني موضوع المتخصص يعني أنا لو إجا واحد يقول لي أنا مريض بعالجه أنا أنا مش طبيب لو بدي أبني بيت ما بروحش للشيخ يقول له بارك لي البيت بارك لي بعد ما أبنيه بس كم أحط إسمنت وكم أحط حديد هذا مش شغلة مهندس ما معنى في كل التخصصات تحترم في الدين كل ياتنا مفتين المرة بتفتي والزلمة بيفتي واللي ببيع بليلة بيفتي وبصير فوضى وتواصل اجتماعي بيفتي هذا باب فتح علينا ليس له نهاية وأنا بحذر اللي بيكتبه أنه لا تفكر كما في الإسلام التدين أنك مسؤول عن لسانك شو بيحكي أنت مسؤول عن أصابعك شو بتكتب إذا بتكتب أشياء وهاي أشياء مرات بصير من الراها جرائن وفتن وأسر وبتنهدم وبصير طلاق وبصير قتل وبصير عذابات بنعيشها من وراء كلمة طب سمته تواصل اجتماعي قاعد بصير من وراء تقاطع اجتماعي في أسر في أسر تقاطعت من وراء هذا أشكر معاليك يعني حديث نحن نحتاجه في مثل هذا الزمن لنا لقاءات أخرى معاليك إن شاء الله أنا أشكرك وسأقدم لأستاذ المشاهدين هذا التقرير من إعداد الزميلة أرواز زعبي تقرير عن ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة للإعلاميين العرب حول التعامل مع القضايا الإعلامية أو تعامل الإعلام العربي في معالجة قضايا إعلام الطفولة وحقوق الأطفال بشكل عام المجلس الوطني أقامها بالشراكة مع منظمة اليونسيف والمجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية وجامعة الدول العربية إعلام صديق للطفولة